ترجمة نانسي قنقر ما تعلمت هذه المعروفات لأننا نحن فقط في زمن متغير وعجلان وقامت له أولويات ولذين أعلمت لها 20 سنوات وقامت له أم الأولويات وقامت ب أفكار أولئت وب造اءت حتى نبدأ لتمعلم ما هي الطريقة التي تتحرك بها على هذه الخطة الحياتي لأن واحدة من المعايير الرئيسي في الشخص الناجح هو ودونين يقولون رقاشي من أنت يعرف من أنا وضح أنا لا عرف أن أمور ولا عرف شندور ولا عرف شندور ونعرف شندور وطبيعة الحال في صعوبات مربية رقاش وذا يقال ما هي طريقة أسكى أنا لديك نشرح مرن من المعايير الرئيسي مثل هذه المعايير الرئيسية لا يوجد أسرح فلاك دونيه يكون المعايير الرئيسية في الصعوبات سلطميشل نشرح الناس لأن خطوة الرئيسية في النجاح الأساسات النجاح هي لنعود نعرف كيفية خطط بين حياتي هناك مدرسة التي تتكلم عن مدران خطة أو تتكلم عن نجاح مع الذات وحدها و النجاح مع العطاء و النجاح في الآخرة و النجاح في VVV هذه المدرسة التي تخترت رقمها و التي لا يشتغلها إن شاء الله مني إلى ذلك الوقت التي لديها هي التي تتكلم عن و المهمة لدي كل شاب يعرف عن مدرسة و سهلة يكفي فقط أن يعرف الخطوات و يتعلمهم و يجعلها تتحرك حسب ظروفك و حسب ما يحتاج و ما يحتاج و ما يحتاج و قيمته و فرقمه مهما تقطة الحياة هي سكونا من الرسالة رسالتي في الحياة و رؤيته استراتيجية و ما هي أهداف و أهداف غالبا تفصيل للرؤية سأعطيكم تفصيل عن الرسالة و ما هي الرؤية الرسالة التي تقول عنها أبسط تفسيرها و تعريفها هي الدستور الشخصي أنا هذا الدستور الشخصي الذي نشتغل عليه تتكون من قيم المبادئة تتكون من أدوار الشخصية تتكون من نقاط القوة و المواهب و ما هي القيم و المبادئ ندخل أدوار الشخصي و ما هي مبادئة و مبادئة يتكون من أشخاص لا يحتاج إلى المسلمين بسيحي ومن ينصف العلماء فيها لا دائق ديرها في الرسالة دير القيم التي هي شخصية قيميانا شخصية لأنني قلت لكم القيم والنصيحة هي الأفضل أن يتم استخدام القيم الشخصية لأن مبادئ الناس كانت تفاهم تعرف القيمات تعرف القيمات تعرف 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 ما هي قيميانا ما هي الأمور التي لا يوجدها لا نعلم بها لا تسمحوا لي على طيلة هذه اللقابة الهداء أنت مطرحة للمدينة على راس مثلا واحدة من القيم التي أنا شخصيا لا نعلم بها ولا نعلم بها هي الثقة 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 تقوم بمجموعة نشتغل معهم ومجموعة من الشباب في الشغل ومجموعة لا نعلم بها لا نعلم بها فهذه الثقة شخصية لدينا لا يوجد شيء يعرفون الكثير من المدينة لا يوجد شيء هذا كمثال الأدوار الشخصية الأدوار أنا لا أبدأ أبدأ كيف قلت لكم أبدأ واضحة أنا من هو أولا أنا أحد أنا أم 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 تحمل فيها التربية يعني عندي مسؤولية دوري الثاني شنو مثلا موظف مؤسس الفلالي او شركة الفلالي الناس اللي مرتبط بها من هي والقيمة اللي نشتقل بها معهم يكان هكذا الوضوح كان الصداقة يكان 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 هن تغضيح شنه الأدواء وبعد نجل نقاط المواهد ولا نقاط القوة كل إنسان فين أعطاه مدانا مواهد كل ما دي واحد عنده شهي جنوان البناني وهي ضيبة قال أنا في رسالتي لنستخدم هوروية ثلاثة قيمة أنا شخصية مستخدم الأدوار لأنني في الحياة مرتبطة من ذلك الناس فلا بدال من نعودوا عندهم دور وعندي دور في حياتهم وعندي دور في حياتي فأدوار الشخصية ورواية ثانية شنهي مواهبة شنهي مواهب اللي عندي قال المواهب اللي ينقال هم القدرات الأساسية زاد بصيفة ثانية اللي يعود أنا عندي ونعرفها وعيات تعود أنا عندي ولا نعرفها فلا يخسرش نسوى اللي عندي معي والناس اللي محتكة بيه شنهي روايات السيمات اللي شايقين الله رفيا نكتد هذا المواضع كاملا بالتفصيل ما علينا نعطيكم تكوين الرسالة شكيفة كاملا هي تتكوين من هذا المواضع إن شاء الله أعطى مدانا بفرصة أنا مستعدة أي وقت تتكوين إيميلي أو رقم في أي وقت أي واحد محتاج مني نتكلم عن عدل على جرسة تتكوين من هذا المواضع نحن نعطيهم كثيرا وكانت مضطرة أن أخذ عليهم بسرعة ما نعطيهم 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 رؤية ما هي رؤية تعريف المباشر هى صورة ذهنية معينة من الزمن ما جدا مدانا افترضوا على أن بعد خمس سنوات اذا فعند المؤسسات وعند الشرائح يقولون هذه الخطة الاستراتيجية لأنها على أساسيك الخطة استراتيجية يعادل خطة تشغيلية أنا ساكا شخص عندي رؤية مثلاً أربين و أبنين و أبنين و أشتنيين يالله عبد حصلت في الدكتوراه ماذا؟ حصلت لي مين تنجلين نفصلها في الهداف ما هي ندير الهدافي على أساسيك رؤية لياغار و أصل لها تكنها تفصيل الليك رؤية استراتيجية من معايير رؤية المفعالة هي أنها تطموحة واقعية مختصرة مفسرة طبيعة الحال معاصرة قابلة القياس ملهمة و محافظة و محددة ثمنية تقريباً نفس معايير التي تنطبق على هدف ذلك سمارت لماذا؟ لأننا قلت لك بنتم لا نرش على هدف الهدف الذي لا نعادل لابد أن أكون واضح لك حتى واضح لك أن أكون واضح لك إذا ما قلت لك أن أعادل من أن أكون أعادل عن مهارة التلفيض أين أن أكون أعادل وأين أن أكون أعادل محدد قابل القياس طيب نكركم لقد قلنا الهدف الأساسي من هذه من الدقاء و أعادل أن أكون قادراً على أن أكون أعادل خطة حياته عنده رسالة شرحنا لي بعد خمس سنوات بعد شرح سنوات منين ما عدلت؟ نعم أهداف تفسير أهداف شرح للرؤية و أنا أفضل أفضل لأنه رجعي جبادة مجديدة في خطة الحياة و أنه يتلعى لا يعدل شيء حتى الرؤية تحاول أن يعدلها مثلاً نحن على أبواب 2018 مثلاً يعدل خطة نهاية 2018 سنة يتدرب و يتعاود هو يكتب خطته و ينفذها و أهداف ما أتخنى قضية الأهداف وهي أساس موضوع بعد أن الحياة تتحرك و لا يقدر حتى يعدل ثابت و يقول و يقول و لا يتحرك عن هذا و لا يتحرك عن هذا و لا يتحرك عنه لا أعرف عندنا كهية دائرة تشدها وتعيدها تشدها وتعيدها طيب بالنسبة للجوز الأخر الذي يهمنا من الصدق الحياة وهو الأهداف و طريق و سيادة الإهداف و سيادة الإهداف و أهداف وأحدة الدراسات المهمة و الأن مستخلصة منها قعد أجموعة الخطوات التي لدي في هذا و أدراسة مع الدكتور فارغ السودان و معدل أهدد غياذ الهواري بالتعاون مع مركز هورايزون بيرنيك طيب هذا يعمل على ما من الطبيع ومن المضطق العالمي كان ينعرف على حياتنا من ركائز و انا كشخص ينركز مثلا و عدد عالمه و دائما تشاهدون من الناس و عدد شخص مدلا و مركز على جانب المال حياته لا شغلة و يدور لا شغلة و مركز الأعلى تحصيل المال هل هو سعيد و في الغالب تشغل منه سعيد لاشه حتى الاخر مولي لي ما ركز على المال مثلا بهم الناس ينعرف على جانب الديني الديني يجن يدي العبادة و ليس العبادة تحدها و يدور مركز على جانب المساعد على شغل مانا لتعلمون في عدو شراب الدين لأن طبيعة الإنسان هي التوازن طبيعة أي شيء هي التوازن فاشتغلوهما على خمس جنوانبية الرئيسية في حياتك إذاً هون عندنا خمس جنوانب أساسية لا نهمل منها واحد و لا نهمل منها دنين و لا درادة بحساب الأخرين عندنا خمس جنوانب أساسية الأول منهم هو الله واحد مننا يجانب الجسدي و الصحي و عندك الجانب الاجتماعي و العاطيلي و عندك الجانب المالي و المهاراتي و الجانب الفكري و الثقاغي و الجانب الروحاني و البعض كي تركموا بيضاً لكثاركم انا نديهم من الناس يشتغى نظر المعادلة النجاح يقول لك النجاح في فلايات النجاح مين ثلاث تستعملوا لها حتى تقرص أيال مكان ذا تصدقوا لها نجالات الخبسة بالدراسة الشخلي الجماعة تشتاقلوا على مجموعة أخرى من الأسئلة عاقبوا في الأخير استخلصوا أن عشرين سؤال عن كل مجال و في عشرين سؤال عن كل مجال لا يبقى كينها تحليل طبيعة الحال حلوا عدلوا تحليل يتعرضوا مشكلة منين وتعود على أساس تصيغل هذا و تصيغل احتياج للدورج فكل جانبون جوانب عندهم عشرين سؤال ملخصة احتياجات الإنسان كامل و ملخصة جوانبه كامل في ذا المجال مثلا في طبط النايان و جانب الجسد يصح عندكم عشرين سؤال واحد من ذلك الذي أشتغل علي هو الوزن الزيت عندي مشكلة بالوزن الزيت عادل نعرف اني حذيرك مشكلة بالوزن الزيت ما هي هي الخطوة و الهدف اللي ناس بهذه المشكلة من جانب الجسدي الصحي من يركز عليها مدلسة من عندها هدف و نتعود علي و نشتغل علي طيب شرع جانب الجسدي و الصحي عندك الجانب الاجتماعي العاطفي مثلا مدرك كان الناس لنوفي بوعودي يعني هنا أنا نشتغل علاقتي أنا مع الناس اللي حوالي يا سوء الأسراء يا سوء الأصدقاء يا سوء المجتمع نحن نعود نترح لهم مكان علاقتي بهم و للجنال باللي هو و لله و أنا و الناس إنني مواعيدي مضابطة أبلا هذي و هوا يغطينه الناقراتة من عشرة السؤال السؤال اللي عندنا كان هناك غضب بأن خالد ياسم الناس ينفرم و ياسم الناس ينفرم الناس ليترغضب و مشهيرة الغضب ومبدو ما يتحكي نزيا ياسم الدرسات المجتمع ويجب أن يكون فعلين بردت فعل كل شيء يجب أن يكون فعل حتى الغضب يجب أن تتحكم ويجب أن تتخلص منه هذا هو أمثل أطرحه عن كل جنوانب يكون على أساس النقاط الضعظ على أساس المهوض لنصيق أهداف لأدفع حياتي في الغالب أصلا الجنوانب الخامسة يعدل أحد تمارين كامل يوم التمارين الخامسة لا يشوف عنده عدد من النقاط معين خارج نقاط ضعف وماذا تحت عدد معين من النقاط لا يحدد فيه علاقة نهده ومدد سنة وخارج النقاط وانه ضعيف يحدد فيهم هدف واحد لماذا يجب أن يتحكم التوازن فيهم عندك الجانب الثاني والجانب النالي والمهارتي بطريقة الحال مادينة واحد ما يهمه قطيت أن يعود جانب المالي ومهارات حتى على ما يطلق ماذا نفترضنا أنا لا أحسن بإنجليزية ولا أحسن وداخلي الشهري المعام وراضيني ومحتاج إلى أني نعدل خطة نزيد بها من راتبة ونزيد بها من داخلي الشهري أفضل من أني قد فهمون نضرع لني هدف عند الموضوع بالخصوص يوجد تجانب الفكري والثقاليم مدرع أحد من الموضوع كانت أحد مهتمة لأنهم مهتمة من مهارات أو مهارتين تنزيد بهم مراجة تنزيد بهم مع ريخة ومتعقل بهم مع سرعة العاركي ونزيد بهم عندك جانب طبيعي الحال نحن كمسيما وجانب الروحاني والعبادي في الأخير وفي الأخير نحن هدفنا على النار في الأخير الهدف حتى من النجاح بحادث وهو السعادة كل واحد مننا يجري وراء يجري وراء يجري ويفتر فيه فرد السعادة سواء السعادة في الدنيا أو السعادة في الآخر حتى حول هناك أسكا جانب الريبادات والروحاني بطلق حتى أحد الأسكالي منطروحة في هذا الجانب ومعرفة يا صديق في الوقت من الناس التي أردت على رأسي ولم أردت على رأسي أنا أردت على رأسي وليس أن أردت على رأسي والذي كانوا يجراء في البضاء ولم نمشن أنها كانت أستخدمة لأسكى. وإنما في أن أردت أن أصدقها وليس لدي أصحاب العرصة. على أن أستخدمنا جديدة هذا الموضوع ، ومع أستخدمنا ومع أستخدمنا. من أجلب أن نجمع جميعها في شخص間 مضيقا، ومع أساسا لديهم في شخصا، ومع أردت أن أعرف أنه مضيقا، بقرد أساسي عندي أنه من يستخدم أجده ويحاول عنهم استخدها على هذا الجمال الخمس خمس جمال لا يهمل مهمه واحد عن واحد وذل آخر وذل آخر الهدف بيبين السيطة والكلمة الجانب من هذا الجمال بداول عنده خمس معايير أساسي اللي هي تختصر تختصر كلمة كلمة سمارت ياسر انكم يعرف المترجم الآثة هو محدد و مصنوع و هو مدف ايدي الهدف في متناول ذلك أريد أن أعود سمع حقاَ لن أحاول لأنني لا ينتقل أمامي أو مرحي أمامي أو دائما يبقى لأنك مشترك لأنك أjoب بلدك عند هذا الرسال وما تجعلني إيجابي خطة على أن تساعدك بالنجاح ما المتجر منها من هذا الحباط ياسم الناسين على هذا الاهداف عيد لذلك نوع يعجب اللانين يخسع لي ولو وجوز واحد في البداية يصيقوا له الحباط وعندك واقع رياليستيك وعندك وقت محدد حدد ركل هذا الوقت ابتداء من كده نهيتك هون هاي المركات هي نقاط الخمسة لأننا عدتهم على الأساس لأننا عدتك خطة حياة تتقوى من هذا طيب ليه تنفيذ هذا ليه في المؤسسات يسموها خطة تشغيلية للخطة الاستراتيجية عندك خطة استراتيجية لديك الخطة التشغيلية ما هي طريقة تنفيذها التنفيذ على ان افترض مثلا كيف ترككم لا ينضربكم بمثال راسي اخبارها مثلا جان بالجسد والصحي قضيت الوزن الزائد انا معرف اني عندي وزن زائد انا عندي عدد معين ملكيل وغرامات شن هي الاجراء سموه هون عدت الاجراء اياك انا نوصل رقم الفلاني شيالله نعدد مثلا 30 دقيقة نكتب الرياضة نكتب الرياضة نكتب الرياضة تاريخ بدأ اين تنين نبدأ في الرياضة و اين تنين نعود الرياضة ننفذ منفذ طبيعة الحالة في هذا الرياضة نكتب النار من الاهداف الاخرين نكتب الرياضة نكتب الرياضة و نعمل على كلمة ذن التوفيق لانه ذن كبير و الناس تشتغل عليه الذي نعود فيه شخص معين اقدر مني و اشبه مني في شيء معين نكتب الرياضة و نعرف ان هذا الرياضة بطريقة احسنة و لا يوجد الوقت ان اعطيها كيف نعود انجازة كالشباب نتباركين معا نعود رسالة و لا نعود الوقت الى الرياضة و نشتغل الرياضة و نشتغل معا في التوفيق لانه يترقلي انا نجمع و هو يترقلي و يكتبري و ينعود عندي ملاحلات بعد اجازة اجازة الهدف ما هي ملاحلاتي راضعة او لا انا راضعة مهمة احد اعطبت واضحة الصورة لدي رسالتي دستوري في الحياة و عندي رؤيتي استراتيجية 2022 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 فقطة العمل لكل هدف يكتبون هذا المجال الجسد والصحيح والصحيح هذه طاقة تعني للمجال واحد يجب أن يكون هنا في المجال وإجراءاتها كم تلك البدء و تلك الإنجاز و منفر و ملاحظات لن يعني عندي هذه بركة سهلة و افترضنا باللي خارج ويكتبون خطط حيات ممتوطة ونقرروا الكلمة و نكتب لي خطط حياتي ممتوطة و لا نفرها و أنني اعتقد ورثت ببعض لأن هذا المجال يعين أفضل وعلى أيها من أجراءاتها أسرع و الآن يصبح تلك المجال ونعرف نين له النجور ونعرف ايته ونعرف الباش ونعرف فتخطط الموضوع بسريعة فيه ومرونا مطلوبة ختاما نصايح مني لكم والله تمنياتي لكم إن شاء الله بالنجاح كاملين اللي ماهو مركز على النجاح في الدراسة بس النجاح في الدراسة واحدة من القطوات شوال النجاح في الحياة والغاية العوما هي السعادة غايتنا كاملة سعادة وتمني رأيكم كاملة لكم تعودوا مختلفين وتبرزوا في المجتمع اللي نحن فيه لأننا غاصلين فيكم كل واحد منكم كل واحدة مكم غاصلين فيها فرجاءً رجاءً كل مختلف ونجاحنا نحن نحن ومحتاجين له وإيشي قد انا ساعدكم به مستعداله رغم دون نديروا مع اليميل وناطير الشباب يعودوا يعطوكم اللي منكم محتاج أي استيشارة أنا مستعد لها مستعداله الحياة ما هي عادية نحن ما خلقنا نعودوا عادي خلقنا إياك نعودوا من أذن خلقنا لننجاح والسلام عليكم ثلاثة اشتركوا في القناة